صباح الخير على ابنتي المقرصات في مكانو صباح الخير على الأميرات وريداتي الفنة التي أريد لي الحياة نتمنى أن تكونوا بخير مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع سهرازات و اليوم البناء عدنا قصة واحد المرأة ستجل وحش في كيدنسا الحق بالملك كل شيء ألف ألف مبروك لقاء البناء سدراري اللي انشحوا في الباكالوريا الله يكمل عليكم بخير والله ينولكم ذلك الشيء الذي يريدون وبالنسبة اللي عندهم استطراكية يكونوا مأكدين أنها ليست آخر وش حام المرة تكون الحاجة المعكسة هي اللي فيها آخر وكن ناخده فيها تجريبة وكتخليك أنك تحسي بحلوة الناجح أكثر بالنسبة للبنات اللي لم تنفقوش هذا العام طاقي العام الشيء ليست آخر بالدنيا الحياة والحمد لله هاتش تعلمناه من القصاص ومن تجارب ديال الناس ش حام المرة تكون معاك قاسية وكتحسي برأسك أنك بزموته وما عندك ظهر وطلع لك الزعف ولكن ربي كيكون مقسم لك أو لم يخبي لك شي حاجة محسن يكفي أنك لا توقفيش أنك يتكملي وتقولي داها بيكون خير وربي ما غديش يخيبك أنا عارفاكم أنكم كاملين للياتي ومقرصات ومجبدات ما غدارش بكم وإن شاء الله كيف ما قلت ماشي هذا آخر المطاف وغدى إن شاء الله وإلى سالية نقدر اليوم عندي لكم واحد القصة لأنه يجب أن نجحة لنا نجحة لا لا ناول سبارك الله وصلا لديك أنا فخورة فخورة شوفوا عندي فضل هذه القصة ومارا نعود لكم كل شيء كل شيء نعود لكم ومارا غزالة ديالي ما غنزيش نطول عليكم وندخلوا مباشرة في القصة ديالنا أنا هي ناجحة اللي طول حياتي وأنا كنت قاتل مع الزمان حتى النهار اللي غنحص البركة بخانز البيطان مزوج عليها نطلو يا البنات نوضجها هنمية وندمتوا بخطة شيطانية وعلمتوا درس يموتوا ما ينساه عارفتكم تحمسوا ذاك الشعل عشق السي ما غندجه لكم اللاول غديمدها لكم في النهار اللي تلاقيت معه كان ذاك ساعة عندي 19 عام بنيتي الله بدية في الحياة ما عنديش تجارب وكان هو أول حب في حياتي فهذاك الوقت هو كان بغيح ما قويته طالية حتى أخذكم كانت ببيضة كنت سميمرا لايوينات غارقين الفيم ما نقوشكم كيف أجدها الحمد لله ربي كان هاتني واحد الجمال اللي خاص بي المهم سيد تبعني هضرت أنا وياه من ثم ما بدينا في علاقة وخاكم تعارفة أن أخوتي قباح بلا قياس والأب بريالي كان واحد الراجل اللي ما عندوش محزاكزاك وخاهاكاك كنت سنقول ماشي مشكلة كنت سنحس براسي كان بغيح كان بغيح لواحد درجة كبيرة بسعف المهم سيد في ذلك الوقت مكان لاخدام لردام شد واحد القريطة في واحد درب حدي تبرقيك هذي خرجات هذي دخلات هذي دارت هذي فلاس وأنا ما تصوقش مكانش عندي الأقل المهم بقيت أنا وياه في علاقة ودازلية محتى النهار اللي خسكم غدي تديروا 21 عام وفي ذلك الوقت انا بدأك يجو في الخطاب أولت الهذرة عليها بالساف وبقوة ما كانت تقول الوالدي لا قلوا لي كينا شي حاجة اما والأب ديالي قال لي غدي تزوجي اليوم قبل ما نغده المهم كتبشت وقلتها لي والسيد كان كي سحبني غير كان كذب إليه قلني يبوتي تزوجي الله يكمل عليك المهم انا فشغلية الهذرة مرضيتش ومشيت لدارنا وقلت اليوم انا موافقة على هذك العريس المهم الأب ديالي يضرب الفرحة وحتى ما يمتيج بها الحال وقالوا سافي درسة ويحيدوها وغدي تهل نوم النوم ومشي لداري ايه ويا البنات سافي قدنا الأمور كاملين جاءوا الناس جابونا الخطابة يعني خطابة كبيرة يعني الخطابة من مرها غني لدرب ستاقو العرس جاءوا الناس جابو الخطابة وكل شي الهذرة داعت ووصلت لي ارى ليكم فش وصلت لي السيد شعلت في العافية يقلب علي يا البنات ويبكي وينحط ويقول لي بغيت غير نهضر معها انا غير تعطيني فرصة المهم انا يحت كنت كان بغيه وكنت حياة وانا كانت عطيت وديك الفرصة وهضرت معي وقلت لشنو حب الخاطر ايشنو بغيتي قال لي شوفي انا كان بغيك وانا كان حماق عليك والمستحيل دور على ودك انا اريد زوجي قلت لي قلت لي يا زوجي قلت لي انا اصحابني غير كتفلة وانت ركي عارفيني ماخدامش قلت لي وانت قلت لي وانت قلت لي لم اخدامش اشنو غم قلت لك حياتي كاملة قال لي شوفي انا اليوم قبل من اخدامش انا قلت لي يا واخا انا كان بغيك وانا كان لات مشي تحت تزوجي بشي واحد غيري والله اهتن حرقك وانحلاق رأسي مع انا كنت كان بغيه وعيش في واحد الفيلم هيندي ولا توركي ولا منعرف اشنو قاع نسميه صافي اجبني الحال وقلت لي واخا وانت قلت لي واخا انا مبغى المهم قلت علي وقد كنت قلت العصة سمعت لي اصبع ومبغزني وإلى الى منذ قلبني لم اصبرني وأن يقلني وصفحة بيضان وما كان مبغزة لم يكن من المهم المهم منا بالطبع ومبغى وانت قلت لي ثم اصبع وعيشوا عن تتلك المساعة وقد بقيت لك انا مبغى انت معك وعطيني التسيقار وما تريد استوبان وانسياد قلت لي وابا وقد قالوا سيكون وصافي اللي بينات ناس على أبا كانجا ومخاض ناسا وقال يا هادي بش علمي المراجع يديري هدك شي من عقلك المهمة البنات دوزنا هاد شي كامل اللي عاوت لكم جغيه مثل ما هاداك العصا اللي كنت كنا ناكل من عند والدية ومن عند أخوتي كنت كنجيني كيف سسمني مع العسل المهم هو نزوج بالراجل اللي كنت كنبغي وكانت تسطى عليه وحتى هو راح كان كيبغين يرخصكم تعرفوا ليامات اللي كنت مخطوبة بل بكاك كنكي بكيه كيجوا عندي صحاباتي وكيقولوا لي افلان غايت سطى وعرسوا ليامات ردك شراء ارى الحماق المهم كفرط كنج الشغلة واختباسها في تفرط كات ايو السيد سفت له معساش وكتلو شو حد جيل دارنا هو هاداك مجيش دارنا اليابليمي اللي حلفوا بيبنات الرجال شلغمية ايو من ضربها بالزويجة عالمية اراني ما نسمعش قال لي صافي انا غاتين شي قلت له اها والخدمة قال لي اشوفي انا غنضباني مع واحد والد خالي را اخدام 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 غيدخلني معا قلت له صافي مرحبا فعلا ذاك الشي اللي كان السيد كان مشا ودخل مع هاداك والد خالو وصافي من مراها كان قال لماما تمجي وخما مهما كانش باعة لانه محتل لك الساعة ما كانت عندهم نظار لدوار صافيه هاداك ماما فاش بلها الولدها كاكو خفت علي يدير فرنسو شي كاريتا قلت له واخا بغي سيبلت الناس مشوا نخطبوها لك يوجهوا الناس طوال مهززين محاطين دخلوا عندنا الضرب بشافهم كحال بلعما والضلمة معجبوش الحال وحت السيد مرتحش له ولكن انا كس باغاه وكس كن قولهم منون خلاق المهم قلس معاهم وبقالوا كن قدير في حياتك السيد بدا كنطر عليه كيقولوا احقا والواد انا اخدام وغنعيش كيف الاميران ونقل ليها ونفعل ليها البؤيم بدك يقولي شي هادرا لما منح تشي حاجة والاب دياني وخا ما عجبوش الحال لان اوحس شي حاجة مهياش ولكن فشلقاني انني انا باغا وكان فهم الفيلم وحرف انني انا رفضها هاداك اللي قبل غير على ود هذا المهم دك الساعة مقدر يقولي يحتاجي حاجة وكان قال اللهم ميسر تسرات الامور البنات مكعملاش البنات حتى وحتى ثلاث شهور مقدة السيد غد يجي وغدني اتضيحة نوية العقد تخيلوا البنات كيف حاجة وشبيه الناس يشيرون خواتم الدهب ونمشي سنوية عدموا البلاكيور وشريت خاتم ديال بلاكيور كيف نفعل الدهب وكادباء على دارنا وشدال الروسي ديرا روسي وديرا هذيك بواطا مهم فيلم فيلم على ود الخاتم الحويج خر الشنوية كانت تقديه ارخص حاجة بالنسبة للصداق اعطاه لي وريتو له هائلة ومن بعد كنت ترديت لي تقريبا كثير من النص دياله وكيف حاجة في المهم انا كنت بغاها السيد اااا ما استحبار سلق شاجه ان يعطيح شي يا شديد والنصد هناك مشكلة الدنيا حتى هذه الأشياء حتى قبل هذه هذا الوقت ولا تتضيف المهم هي اسم هؤلاء هذه البنات النظر يجب عليها نجرينها كيك اليوم وغدى اليوم وغدى حتى النهار اللي غايت سهل سيدر بي وغادي ندير العرس وغادي نمشي نسكن معاه طبعا سكننا في دارهم كانوا عطينا واحد البيت تخيلوا السيد باش غري يحود نموسية ولي سبغ ذاك البيت ولي قاعده ما دار فيه احتاج حاجة بيته كيف ما هو كيف ما جيت ليه وانا طايرة في العسل هلاني يمسوقه ولكن قول له حقا قصي كبر بيه ها ها كان قول مهيم وانعيش معاه وخا نعيش في درسته بعديش القرام ديال المشكيل المهم ان نكون احدا مهم بقي عيشة في ذاك الجودة الرومانسية وذلك الشيء المهم بقينا هاكا كالبنات الحمد لله انا اي كنت صابرة وخب زافت الحويش بدلو انا الاب ديالي واخا كان واحد الراجل اللي علاقت الحال ولكن كان كريم ما كنا عايشين في الخير الحمد لله ما عمرت خبت عين الماكلة ولا مثلا كنا جيانين في كرشنا دارهم الله دارهم كانوا يتحاسبوا كانت واحد خطوخ الدامة بخدام واحد خوخ الدام يعني اللي كان كيجيب شي حاجة كيخبيها وممنوع تزي اي حاجة ممنوع الماكلة بالحساب والخمس كي تسد عليه ساعة ماشي حويش اللي شفتهم ما نقدرش نوصفهم لكم داك شي بالسعف المهم بقي يتعيش مع دارهم لمدة ديالسنين حتى النهار لهذاك الراجل غي سهل علي سدر بف واحد الوظيفة في الدولة كنت ارتبت الفرحة واجبني الحال وقالت الحمد لله الوضع في ديالسنين هستطقت وخاصة اني في هذه الساحة الماضية كنت مستطل الماضيه جديد مع اخواتيه كنا الحرب و القيسع المهم السيد كان يجب أن نخرج من هنا كنا خرجنا واحد البيت وكوزينة وطوالات في السطح كنت فرحة بهم قداش عائلتي تعاونوا معي وخصصا واحد أخويا مسكين واحد أخويا اللي كان سهل عليه صدر ببيت ديال بالصح المهم تعاون معي شرع اللي يحبت العاز جديدة صبغ لي الدار قد لي الكوزينة واحد شوية المهم وقاف معي ديال بالصح المهم صفية هذه بداية الحياة مع هذا الرجل كنت أحسنت براسي أنني مزوجة أنا كنت والداء مع هوليد لذلك الساعة قررت أني نزيد ابنية والعوليد توكلت على تدربي وفعلاً ولدت مع هوليد آخر الحمد لله السيد كان خدام ذلك الشيء يقسم الله يجيبه ولكن كنا نعجين على قد الحال أعرف أنه ما عندناش ومخصناش ذلك الشيء الحد في القد يعني بانتنا نبشر شيء حاجة ولا شيء فيجاما ولا شيء مكين شربنات يعني يالله يالله المصاريف الماكلة والشراب والحياة اليومية لا شيء أخرى ما يناش الرجلي في هذا الوقت يجعل المستحيل لكي يستطيع أن يحصل من الوضع الإجتماعي ولكن لكي تفايده لا تصدق له وأخي يحاول أن يقف معه ولكن دائما شيء لا تصدق المهم بقي نجرين كاك اليوم وغدا حدث مودة وفي هذا المده البنات أنا كنت قلت أني ضروري ما خصي نخدم باش نقدر نتعاون مع هداك الراجل على الزمان أو لعل أقل نهاز دراسي إلا بغيت تحويجة بغيت نشري شيء حاجة لقى باش نشريها ماشي نبقى أولئ لي في كل شيء فعلا كنت عريض عليك سافيكي فيما كان قولو ودخلت كنت أتعلم الخياطة بحكم أن البلاثة الي كنت فيها كانوا فيها المعامل المهمة البنات كنتمشي تودارت عندهم قلت لهم أنا أريد أن أتعلم قالوا لي لابت الدخلي دخلي ستاجيار قالوا لي جوش دي الأوقات يتخدميها بالليل يتخدمي وسط النهار بالليل يبدأ القروب تلقى ثلاثة ديالليل وكساليهم مع العشرة والقروب ديال العشرة كان كساليهم مع الخمسة ومن غير هذا الشيء بالنسبة للصالة كانوا دارين معي ألف درهم قالوا لي حتى تعلمي هكذا نزيدك واحد شوية أنا قلت لهم مشكلة الدنيا هانية وكنت خسارة ديالليل بحكم أن وليداتي ديك الساعة كانوا دخلوا المدرسة وكانوا يوقف معه وكانوا محارفين صديقي الراجل في الأول عكس وكان فشكت له المعمال غير هنا في الدرب لم يبقيتش بثاف قالوا لي يا أخا وكانت تشكع لي وكتلوها أنت تشوف أنا رملاقي يمال البس قالوا لي مهم سيتشافح تعياص وقال لي يضبري الراس مهم كانت وكلت على الله وبدأت تخدامه في هذا المعمل بشوية بشوية كانت تعلم دوست قربا 1-3 شهور في هذا الألف درهم ومن المرحب بدأوا يزيدوني بشوية بشوية حينت فعلا بديس كانت تعلم وبديس كانت خرشه وكانت خرشه وكانت خرشه وكانت خرشه وكانت أجبهم الحال كانوا يقولوا لي يا زعمال ملك على تذكار فايصة مع ثلاثة صباح تخويضارك وسمشي كانت تقولوا أنا مشكلة للدنيا هانية كانت مناسبة كان مره مره يجيروا فعلية يدور معايا كانت شي مناسبة يعطيني ويعطي الوليدات المهم كانت يعاون واحد شوية سوف يبقي نجري اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا حتى النهار للأب ديالي غد يتوفى هالي توفى الأب ديالي حسيت براسي في حاله واحد الجناح ديالي تقسم مهم بكينة وجد ابنود في النبه ومن مراها قلص نحل الخوت وقلنا شنو غدينديروا ما خلال شي حاجة كثيرة كانت واحد الأرض واحد الدويرة هذا الشي اللي اعطى الله المهم اخوتي قلصوا صبرت الله كانوا كاملين وقفيه لرجليهم فردوا قرروا أن الدويرة يكتبوها لأمو يمتي وهاديك الأرض يكتبوها ليا وهو مفعلا ما غيقتوا حتى شي حاجة بحكم أن كل واحد فيهم كان عنده رزق دياله وما نقص منه حتى شي حاجة مهم أنا اللي كان ديك الساعة ما عنديش أنا ومو يمتي يزعماه ما عندنا ما وعلو مهم ومتي فعلا تكسبت لها هديك الدار وأنا تكسبت لي هديك الأرض سوف يبقات الأمور هكا هذا العام الأول والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع أنا يولد خياطة كان دخل الرزيق ديالي كانو صار 40 صار 40 50 معونا مع هدك الرجل لازمان وريدتي غادينو كي يكبرو الرجل ديلا فيه نية ومدنية وخشحة ممرة كان حصلو هكا كي كي يدر مع البنات ميساج هكو لهكو ولكن لم أحصلت عليه شيئا بصحة كان قامت عن غير ميساج بديه ديال الهضراء شيئا تصنيع لي نميرو آنيوني يعني شيئا العيبات في حال هكا ما كان حصلش عليه الدليل القاطع صافي بقينا جارين حتى النهار لهاديك الأرض اللي أنا كنت أوردتها على لبة أو اللي أخوتي كان أعطوها لي لأنا ما كان جات في حقي ببوحتي كان دخلات المجال الحضاري وتخيلوا من الأرض اللي ما كانت تتوزة والملايين 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 ديال بالصح المهم أخويا هو اللي يجب لي الهضراء أما أنا والله ما عارفة ولي كان عايت لي وقالي يا أختي رأى هشنوكين و هشنوكين و هشنوكين قالي أنا انت ما انت لقنا وياك و نديك وتشوفي قلت له واخا هزني أخويا ومشي للتمة سونا السمصرية تخيلوا الأرض اللي شرهابة بستاشرميال المترو ستاشرمية هي ثمانين درهم هي ثمانية أورو هي ستاشرمية و للديرة تسعة لف درهم تسعة لف درهم تسعة لف درهم تسعة لف درهم أنا متيقتش كنت نقول ميمكنش مستحيل ما عارفت نبكي ما عارفت نضحك المهم هي هذيك سونا على الأرض كاملة حين تبقى كنت أرض أرض شوية كبيرة سونا عطونا تقييم ديالها شحر غتجي بينا ديال الفلوس أنا مكونش متيقة المهم أنا فاش عرفت التامان وعرفت هذه الأرض أخويا أخويا هذي الأرض لا أريد أن نقسمها كاملة لأن نرميم أخويا أخويا بدأت يضحك و قال لي يرسقك أختي قال لي إحنا ينهار كتبناها لك وتشارينا فيها وتنازلنا وكل شيء ما كانت تسعة لف درهم وأنتي ربي مكتب لك هذا الرزيق ودعونا الحمد لله كاملين نوقفين على رجلنا مهم أنا سألت مع هذه الخرجة ولكن ما نقدم عنيكم بقيت أخوتي وقفين لغجليهم ولكن لم يكن لديهم الأموال الطائلة صفية هذه البنات هذيت رأسي ورجعت في حالتي للدار وقلت هل الرجل تخيلوا الرجل؟ يقول لي لا يمكن أن نقوم بها نعم نعم المهمة وصلنا سيد الأرض يدور ويسول كل شيء يدور يقول لي حلفي حلفي تولدتها لا تخيل غير الفلا الفراعي وملكة وقلت 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 سبحان الله يريد أن نحصل لك وقلت لك وقلت أموال طائلة المهمة لبنات الحمد لله وقلت 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 لك وقلت وقلت أموال وقلت لك وقلت وقلت لك المناسب لك أحق ومشكلة ألف درهم ناقصة أو ألفين درهم وقلت لك 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 إنها لقد قلت لم يتحدث لك وقلت لك أنه لها لا أصاب لك وقلت لهم لك لا لك 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 لأنني انا اللي هازني هازني اخوتي وهما اللي يكسي وهما اللي يتعونوا معايا فيما يتلقوا معايا كمشون بدونها في الدية يعني ما بنقصر لنا حتى شي حاجة وكانت بناتنا ذاك المواد دا والرحمة ما بينوا وبن اخوتي ومميتي طبعا هذيك رانور عينية المهمية هذه كنت دويت معا اخوتي وذلك الشي نقذ لي الراجل وقال لي يلا هو مكتبوها ليك وربي اللي مقسم لك هاد الخير واصلا كنت بقى زعمة بيناتكم كاملين ما كانش هكا وكنت وزعمة بقى ذلك شي مجموع كان ممكن يتباع وما توصلوش لهذه المرحلة وربي اللي يستر ليك المهم الراجل بحالة بدأ يعمرني على اخوتي ويقول لي ما تكسبي ليهم ما تعطيهم موالو انا وخاكا كنت تقول هذيك الهضرة كنت تجيني اسمنا كنت تجيني غير الخضراء فوق طعام وما مصوقاش لها كنت تقول لي دارو اخوتي غادي نديرو معاهم وانا من الداخل ديالي كنحسس ان هذيك الارض ماشي الارض ديالي يعني الارض ديالنا كاملين المهمة البنات احسافي الامور تيسرات القينا الشاري الوقتي تباعت وتشاريت حيط الوراق كمي كانوا في سميتي الوقتي تباعت وتشاريت ومضيت الامور ودخلوا الفلوس قلصت اخوتي وقلصت لوليدها وقلت لهم شوفوا هذي رزق ديالنا كاملين وانقسموه لحسب ديالشي اللي بغيتم انا ما عنديش غرام ديال المشكيل نقص اخوتي الكبير وقال لي هذي ردازت وحنا الرجال ماشي شميت قلت له عارفة هذي شي ولكن راما فيها بس هذا رزق رزقنا كاملين ودبا انا هذي الخير ارغم ازايا فعليا راه ممكنش حتى انا نكون بنت الحرام انا انتم محطيتون ودرتوا فيها خير ممكنش انا نردو لكم بمبسوي المهم اخوتي الكبير مكانش بها ماما حتى هي مسكينة كانت كتشوف لنكفاش عيشة كانت كتقول يا غيرت نقد انتي ولداتك ماشي مشكيل الحمد ويلا اخوتك كاملين زمام زيانين اخوتي الكبيرين واحد شوية فحلا حسيس بهم عجبهم الحال فاش قتليهم ذاك الهدرة المهم بقينا كندوا في حوارات حتى كنا خرجنا انني انا ناخد واحد الحاجة واحد فحلا مثلا النص والنص الاخر غادي قسموه بيناتهم قتليهم على الراس والاين واللي بقتوا هنديرها معاكم انا ما عنديش غرام ديال المشكيل الحاصول ما فيه كنا يسترنا الامور قدنا كل شي كل واحد اختحقه انا الفلوس ديالي كنت ديك ساحتيتهم في البنكة الامور عندي ولاات بزيانة ويلا احسابتلي كيفه هندير وكيفه هنديره كيف سنتصرف اشنه غادينه مهم ويلا عقليها غير كيو يدور فيهه هادة الشيه مباشرة أول حاجة فكرت فيها هي الدار عند الدار الحلم ديالي كنت دائما كان حلم أنني نديرش دويرة أنني نستقر أنا ووليداتي ما بقيتش بغى الكرام ما بقيتش بغى تستحكرها تكرها 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 تولي بلات المهم تيس كنقلب أنا و الراجل الراجل اللي ديك الساعة كان غير يطلب الفرحة وخامي عجبوش الحال أنني اعطيت الفلوس لأخوتي وكان قيقول لي رزقوا الديتي رزقوا ولدات كنقل لي ماذا أولادي ندخل عليهم الحرام كنقل لي اللق هادوك أخوتك راكتبوني كنقل لي أخوتي داروا فيها خير وش أهنا نطلع بنت الحرام ومنديرش فيهم الخير وش واحد عاتك حاجة وانتي يا عرى مي مكنش راك خوتي هادو راك خوتي خوتي را عمار تكتافي را نعطيهم عيني ومعنديش قرام ديال مشكلة نعطيهم فلوسي كاملة ونا عارفة أنهم غير يوقفوا محايا إلا وقعت لي شي حاجة يعني أنا مرقداش نخسر فلوسي نخسر خوتي على خنز الدنيا المهم هي هادوك البنات الراجل بقى كدور من هنا وكدور من هنا مو مصور مني حتى شي حاجة وصف يبدينا كنقلبوا على الدار مهم قلب 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 حتى القينا واحد دويرة اللي كان زوينة بزعب واحد زمان اللي مناسب وكنا خلينا واحد البركة قلنا هادو يخليوها زي ما نخبيوها واحد البركة قلنا نشوفوه من ديالو باشي مشروع ولا شي حاجة مهم العرفف سكوووووم نعرف بحسيتم أنا هنا بالحق لا تخاذوهش للأولutese قصة الفريع الفراعي المهم وجزء الأول 날 أريد المهم لا تخافوش الجزء الثاني كيف العادة سوف تلقاوه في أول سعليق سأضع لكم الرابط كيف تسالي وتوصلوا لهذه البلاثة نزلوا لكومنتر أول سعليق واركوا عليه سيدخلكم مباشرة الجزء الثاني للقصة ويمار غزالة دياليمان نجيش نطوله لكم ونطلقوا إن شاء الله في الجزء الثاني السلام عليكم